جرى في مدينة المكلة بمحافظة حضر موت إغرار تزمين بدء المرحلة الثانية لمشروع خور المكلة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وشدد محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي خلال لقائه مدير عام مكتب وزارة الأشقال العامة والطرق صالح العمري وقيادة الشركة المنفذة للمشروع على سرعة البدء في المشروع الحيوي والذي من شانه أن يسهم في إبراز مدينة المكلة واعتماد مسارات جديدة للطرقات للتخفيف من الازدحام وإقامة مساحات خضراء ومساحات ترفيهية واستثمارية وسياحية والعمل وفق الدراسات الفنية المعتمدة